من بلاي اليهود أنهم يقولون على الله بلا علم يقولون على الله أقوالا ويصدرون أحكاما دنيوية أخروية على الله سبحانه وتعالى بلا علم بل ينسبون ذلك لله تبارك وتعالى وهذا من أشد إجرامهم لم يعهد أبدا في التاريخ أن يتكلم أحد بكلام من عند نفسه ثم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يقولون على الله بلا علم يقولون على الله غير الحق وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أربعين يوم فقط التي عبدنا فيها العجر فقط سنعذف فيها غير كده سندخل الجنة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلي يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذي يكسب السيئات ويحض به شركه بالله تبارك وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اليهود يقولون على الله بلا علم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجروا عند ضربي ولا خوف عليهم وله يحزنون اليهود يقولون على الله بلا علم يتقولون كلاما لا مستند إن هو إلا الظن وما تهوى الأنفس وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بزنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإله ملك السماوات والأرض ومينهما وإليه المصير يتكلمون على الله بلا علم يتقولون على الله الأقاويل لا دليل لهم ولا أدنى برهان إلا الظن وما يغني من الحق شيئا قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون افتراء على الله تبارك وتعالى وكذب وتقول على الله بلا علم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلك اليهود ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طرائقهم وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين ترجمة نانسي قنقر